السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار مثيرة نبدأها بالعنوين يحيى عطي طالة يقود الجبهة اليسرى للأهل أمام جرمه يالكيني ومحمود كهربا يحسن موقفه النهائي من الرحيل والأهلي يحدد موعد السفر إلى السعودية للصوبر الأفريقي وست مباريات نارية في سبتمبر أمام الأهلي والزمالك والمنتخب ورمضان صبحي وانتقاله إلى الزمالك فانكوش في البداية من نساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة استقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على الدفع بالمغرب يحيى عطي طالة الظهير الأيصر الجديد للفريق في مباراة جرمه يالكيني الافتتاحية في دور أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 15 من سبتمبر الجاري حيث ستكون أول مباراة رسمية لللاعب المغربي مع النادي الأهلي يحيى عطي طالة بعد التعاقد معه لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة وأكد مصدر داخل الأهلي أن هناك تحركا في الوقت الحالي للتعاقد مع صفقة أجنبية جديدة في مركات الصيف الجاري من أجل قيدها قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية على صعيد القيد الأفريقي يوم 12 من سبتمبر وقد أكد مصدر أن الأهلي يسعى للتعاقد مع جناح لتدعيم هجوم الفريق مع الوضع في الاعتبار إمكانية ضم مهاجم جديد حال عدم حسم صفقة المهاجم حيث يتبقى مقعد واحد فقط في قائمة الأجانب ويفاضل الأهلي بين مهاجم أو جناح أجنبين وقد كشف المصدر داخل الأهلي حقيقة مفاوضات ضم تونسي محمد علي بالرمضان لاعب فرانك فورز المجري مؤكدا عدم دقة هذه المعلومات بعد فشل الصفقة من جديد وأضاف أن الخلافات المالية مع النادي المجري أوقفت الصفقة تماما واللاعب أصبح خارج حسابات المركات الصيفي وأن مطالب النادي المجري المالية وظروف النادي الأهلي أوقفت الصفقة رغم حصول الأهلي على كافة الموافقات مع اللاعب بشأن راتبه السنوي وما شابه ذلك وجدد مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رفضه التعاقد مع أي لاعب محلي جديد في موسم الانتقالات الصيفية الحالية وأبلغ بذلك إدارة النادي الأهلي عدم حاجات الفريق إلى أي صفقات محلية في المركات الصيفي الجاري محمود عبد المنعم كهربا وقد حسم محمود كهربا نجم النادي الأهلي موقفه من الرحيل إلى الدور السعودي في الانتقالات الصيفية حيث الأهلي تلقى أيضا عرضا من الحزم السعودي خلال الساعات الماضية للتعاقد مع نجم نجوم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا قالت مصادر مقربة من اللاعب أنه أبلغ مسؤولي الأهلي برفض العرض السعودي والتمسك بالاستمرار داخل جدران القلع الحمراء في الموسم الجديد وهذا ما أكده المصدر أن سبب رفض اللاعب محمود كهربا للعرض السعودي هو ضعف المقابل المادي بجانب حصوله على وعد من السويسري مارس الكولر بالتواجد في المباريات بشكل كبير ويستعد النادي الأهلي إن شاء الله لمباراة جرماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر الجاري في زهاب طول 32 من بطول الدوري أبطال أفريفيا المباراة الساعة 3 عصرا إن شاء الله على ملعب نيايو في العاصمة الكينية نيروبي أيضا بدأ النادي الأهلي على إنهاء كافة الإجراءات للصفر إلى السعودية لخوض مباراة الصبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر أمام نادي الزمالك على ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ويقوم الجهاز الإداري بإنهاء إجراءات الصفر وحجز فندق الإقامة وغيرها من الترتيبات وينوي الأهلي الصفر إلى السعودية يوم 24 من سبتمبر الجاري وبدأ مسؤول النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة لإياب لجرماهيا الكيني في دور أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على استاذ القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسؤولين بحضور السعى الكاملة أو على الأقل 50 ألف مشجع للمباراة ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع جرماهيا الكيني الساعة 13 عصر يوم 15 من سبتمبر في مباراة الزهاب على ملعب نيايو الوطني في كينيا ثم يخوض مباراة الإياب على استاذ القاهرة في بداية قوية للفريق وذلك يوم 20 من سبتمبر الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة مباراة نارية وقوية للنادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر وست مباراة نارية في شهر سبتمبر الجاري عيس تقام ست مباريات من العيار السقيلة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 ودور الـ 32 من بطولة دور أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية أولا يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن عصر يوم الثلاث المقبل مباراة هامة أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا ثانيا يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسل كولر مبارتين أمام جرمهيا الكيني زهابا وإيابا في دور الـ 32 من بطولة دور أبطال أفريقيا يوم 15 ويوم 20 من سبتمبر ثالثا يتأهب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة جوزي جوميز لمواجهة فريق الشرطة الكيني لمنافسات دور الـ 32 في كأس الكونفدرالية زهابا وإيابا يوم 14 ويوم 20 من سبتمبر ويستعد فريق الأهلي والزمالك لخوض مباراة الصوبر الأفريقي في المملكة العربية السعودية يوم 27 من سبتمبر الجاري إن شاء الله أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد أن صفقة انتقال اللاعب رمضان صبحي إلى نادي زمالك فانكوش وغير جدية وذلك أشار بأن في تصريحات خاصة إلى أن الصفقة تواجه العديد من العقبات التي تجعل من الصعب تنفيذها في الوقت الحالي أشار إلى أن نادي بيرامدس الذي يلعب رمضان صبحي ضمن صفوفه أبدأ موافقة واضحة في المفاوضات الجارية مؤكدا أنه إذا أراد الزمالك ضم اللاعب فعليه التخلي عن نجم الفريق أحمد سيد زيزو حيث يعتبر هذا الطلب تحديا كبيرا للنادي الأبيض نظرا لأهمية زيزو في خطط الفريق المستقبلية وأضاف فؤاد أن نادي الزمالك يسعى لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد ويواجه معضلة في تحقيق هذه الصفقة التي ترفع من قوة الفريق لكن بشروط قد تكون صعبة التحقق اختتم الناقد الرياضي حديثه عن صفقة رمضان صبحي للزمالك حيث قال تظل التكهنات قائمة حول مستقبل رمضان صبحي خاصة مع تصاعد الضغوط الجماهرية على إدارة الزمالك لإتمام الصفقات التي تساعد الفريق على إتمام البطولات المحلية والقرية النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته